كيف نعمل حليب من جوز الهند لخاصل عندهم مشاكل من الاكتوز نجيب ماء ساخن جوز الهند الكميات غير محدودة المهم محضر الطعم او الخلاط يقدر يقاوم هذا هو المهم بعد ما نطحنهم لمدة خمس دقائق اقل شيء نعصرهم قطعة اقماش تكون معقمة انظيفة وهيك بعد ما نعصرهم ممكن جوز الهند هذا اللي يزاد معنا ممكن نستخدمه للحلويات لاي شيء نستخدمه جوز الهند وهي كل حليب نخزنه بالتلاجة ممكن نعمل منه موكا كابوتشينو كهوة مع حليب تعملوا منه وصفات كتير عندي تقريبا الف وصفة صحية المهتم بالغذاء الصحي يشترك حتى يصلكم كل جديد اذا اعجبكم الفيديو تعملوا لايك مع السلامة